طيب نيجي بقى لقصة مارك لاتنبرغ مارك لاتنبرغ لحقيقة كلنا تفقلنا وانا من الموسم اللي فات يمكن كنت يعني من اوائل الناس اللي قلت يا جماعة احنا بنلجأ لخبرات اجنبية كتير جدا في مجال التدريب وفي مجال النواحي البدنية والاحمال وحتى بعض المحلل الاداء في مصر بيشتغلوا النهاردة اجانب يعني بقينا نؤمن بالتخصص فبعد مشاكل موسمين او تلاتة في مصر كتوضحة جدا وخصوصا خصوصا من اول ما بدأ تطبيق تقنية الفار ابتدنا نطرح الفكرة ونقول طب ليه جماعة احنا بنجيب مديرين فنيين للمنتخبات وبنجيب اجانب يعني وبنجيب مديرين فنيين للاندية اجانب برضو ده معناه انه ممكن نبقى محتاجين لخبرات متقدمة نوعا معنى اللي موجودة هنا ناس عندها قدرة على انها تطور وتاخد الدنيا وتتحرك بها لقدان طب ليه ما فكرش في الموضوع ده في التحكيم وقد كان وستبشرنا خير بتولي مارك لاتنبرج المسئولية من بداية الموسم وابتدنا نحس صحيح فيه اخطاء لكن اعتقد انها نسبتها وتأثيرها قال ولاحظنا كمان مع فكرة قلة الاخطاء انه بقى فيه تطور لمستوى الحكام بقينا نشوف شوية في الدولي المصري لعبات ومواقف مشابهة شوية اللي بنشوفها في الدوليات في كل حتة في العالم وبالتالي ده كان واضح انه واحدة من اهم البصمات اللي عملها كلاتنبرج فيه فترة صغيرة فترة بسيطة تحسب ليه سيبك من قصة التعاقد وشروط التعاقد او بنود التعاقد دي حاجة يتسئل فيها بعدين من قام او من تحمى لما سؤلت التعاقد مع مارك لاتنبرج فكرة انه يبقى رايح وييجي انه يبقى مش متفرغ دي قصة تانية لكن انا بكلم عن مهام عمل مارك لاتنبرج سواء كان مستشار تطوير للجنة الحكام او كان رئيس لجنة الحكام لكن اللي حصل في وقعة لاتنبرج وخروجه من المشهد او انسحابه بمعنى اصح من المشهد حطينا امام سؤالين في منتهى العامية يجب ان احنا نجيب عليه اولا اولا هل رحيله كشف المسطور يعني ما تم التصريح به على لسان كلاتنبرج بانه كان يتم التدخل في عمله وكان بيتم تغيير بعض الاطقم التحكمية لبعض المباريات السؤال هنا للابد ان احنا نوضحه للرأي العام او للمسؤولين سواء داخل لجنة الحكام ومفتحة الكرة يوضحه للرأي العام هل دا كان بيحصل فعلا ولا لا واذا كان بيحصل كان بيحصل ليه وعلى اي اساس وبناء على ايه ممكن لأي حد يكون عنده سلطة التدخل في تغيير اسم حكم في مباراة بعنى نمرة اتنين وده اللي يهمني اكتر لانه القصة هنا ما بقتش قصة لجنة حكام ولا قصة تحكيم مصري دي بقت الى حد كبير جدا مرتبطة بسمعة واحد الكرة المصرية اتنين بسمعة مصر وارجو انه الناس تحط الكلام ده او تحط تحت الكلام ده ميت خط احمر ليه لانه اللي هيقرف صحف الانجليزية ومنهم صحف كبيرة جدا نشرت تفاصيل الموقف والاسباب اللي قدت بمارك لاتنبرج انه ينسحب من المشهد يعني مثلا دي ده سن مارك لاتنبرج يخرج من مصر بعد ما تعرض ل يعني شوكينج أبيوز يعني يعني مضايقات بقى انتهاكات يعني سميها زي ما تسميها لانه اللي في التفاصيل الخبر دي مثلا الميرر الحكم السابق فيه البريمير ليك طبعا مارك لاتنبرج تم اجباره على الهروب او الخروج من مصر بعد سلسلة من الاعتداءات او الهجمات اوكي دي العنوين احنا نتكلم على ميرر نتكلم على دا سان لكن لما تخص في تفاصيل الخبر وتجد انه في كلام مرتبط بانه طبعا احنا عارفين الهجوم اللي تعرض ليه بشكل مباشر من احد رؤساء الاندي انا مش هسمي لانه مش قصتي انا قصتي مصر وقصتي سمعة الكرة المصرية فبيتقال في الجرائد الاجنبية ويتقال في الصحف الانجليزية انه راجل هرب من مصر خوفا على حياته خوفا على حياته بعد ان تعرض لتهديدات ايه ممكن يكون الانطباع لاي حد بيقرأ وما يعرفش مصر وما يعرفش الكرة المصرية وما يعرفش الظروف والأوضاع هنا في مصر ايه ممكن يكون الانطباع عن الظروف والأحوال هنا في مصر لما يتقال انه تم توجيه التهمات تخص يعني مسألة الشرف لمارك لاتنبرج من رؤساء احد الاندية ايه ممكن يتقال وطبعا ردود الأفعال واخدوا بالحضراتكم انه بما انه في حكم دولي هنا مهم في يوم الايام كان بيحكم في الدولة الانجليزية تأكدوا طبعا انه فيه متابعة لتجربته ومصدقية لكل ما يقوله على الأقل في صحف بلده يا راجل ده لما هتكلم كلمة واحنا هنرد على نفس الكلمة دي هناك اكيد طبعا كلمته متصدق عن كلمتنا عشان كده قلت يجب التعامل يعني منتهى الزكاء مع أزمة مارك كلاتنبرج القصة ما بقيتش قصة تحكيم ما بقيتش قصة تطوير لجنة حكام ما بقيتش قصة تطوير لا لا خالص القصة راح تلقى بعد من كده والأدهى الحقيقة واليداء اكتر من كده كمان انه ده بيحصل او الكلاش ده الصدام ده بين كلاتنبرج وبين مسؤولين في اتحاد الكرة في مصر بيحصل بعد صدام مع مدير فني مارموك انا ما كنتش بحاجة من كارلوس كيروش كنتحس ان هو مش احسن حاجة يعني مش هو ده الملائم للكرة المصرية ولكن الراجل في النهاية سي في محترم جدا ومدرب عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معاني ومقاييس كارلوس كيروش اسم ليه صمعة كبيرة جدا برا فلما يطلع ويهاجم وينتقد ويجي من بعده مارك لاتنبرج لا احنا عندنا ازمة في التعامل مع اسميهم ايه الخبرات الاجنبية سواء بها في التحكيم او في التدريب عندنا ازمة كبيرة جدا ولابد من التعامل معها بممتال حرص والحقيقة كان الله في عون المسؤول عن حل ازمة كلاتنبرج واتمنى اتمنى اتمنى انه يعني الراجل يكمل مشواره ده ممكن يكون جزء بسيط جدا من رد على الهجمة الشرسة اللي تعلقت بفكر التعامل معه في مصر وتهديدات انا طبعا سمع انه فيه خلاص القصة انتهت بشكل رسمي وانه فيه بديل اجنبي او فيه اسمين اجانب بيتم تحضرهم لكن اعتقد اعتقد انه دي هتبقى شيء بيمس بشكل كبير جدا الكرة المصرية وفي حال التأكد رحيله اعتقد انه هيدي مزيد من التفاصيل واتمنى انه ما يحصلش شيء يعني يكون مضر لنا ولسمعتنا سواء كرياضة او كدولة مصري